أخلت كوادر دفاع مدني عائلة تقتن في منطقة البقيع في لواء المزار الجنوبي في الكرك حصرتها مياه الأمطار الشديدة نتيجة ارتفاع منسوبها بعد أن غمرت المياه الطريقة الطينية غير المعبد الوحيدة المؤدية إلى المنزل الدفاع المدني الذي أنقذ العائلة المكونة من ثلاثة أفراد من بينهم مالك المنزل الذي يعاني من مرض عضال لم يستطع الخروج من المنزل إلا بعد وصول فرق الإصعاف والإنقاذ بالدفاع المدني أشكر الرجال الدفاع المدني المزار الجنوبي على الخدمة التي قدموها والآن آلياتهم ما استطعت الدخول وبدهم ينقلوني على النقالة لأنه أنا ما بقدر في عندي دسك ضغط على الأعصاب على جهد الشمال ما بقدر أمشي